استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية اليوم وفدا برلمانيا بريطانيا برئاسة البارون نيكولاس وامز عضو مجلس اللوردات بحضور سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وسعادة الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني وفي بداية اللقاء رحب معالي الوزير بزيارة الوفد البرلماني البريطاني للمشاركة في حوار المنامة 2022 والذي يعتبر منصة دولية رفيعة تبحث الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية والتحديات الأمنية في إطار تعزيز العمل المشترك لترسيخ الأمن الإقليمي والسلام العالمي وأكد معالي وزير الداخلية أن مملكة البحرين ماضية في نهجها الحضاري القائم على التعايش والتسامح والحريات الدينية والاحترام المتبادل في ظل دولة القانون والعدالة انطلاقا من رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مشهدا معالي بالعلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة والممتدة إلى ما يزيد عن 200 عام واطلع معالي الوزير الوفد البريطاني على جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن وتأمين السلام العام لجميع المواطنين والمقيمين منوها إلى الاستمرار في تطوير الأداء الأمني والاحترافي لشرطة البحرين من خلال أعمال التدريب واستخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات الأمنية كما تناول معالي الوزير برامج الشراكة المجتمعية ودورها في تحقيق الأمن المجتمعي لفتا إلى الإنجازات التي تحققت في مجال العقوبات البديلة وأكد على دور هذه البرامج والمبادرات في تعزيز حقوق الإنسان وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين وبحث عدد من الموضوعات التي تسهم في دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة حضر اللقاء نائب رئيس الأمن العام ومدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية شكرا